اهلا بكم من جديد انطلقت اعمال منتدى يوم الابتكار في التمويل الاسلامي السنوي بنسخته الثانية مستقبلا اكثر من 150 خابيرا ماليا ونجما صاعدا في صناعة التمويل الاسلامي وقطاع التكنولوجيا المالية الاخذ بالنمو بخطة متسارعة ويهدف المنتدى الثاني من نوعه الى استكشاف دور ووقع الخبراء الشباب في ابتكار وانتهاز الفرص الناشئة عن التطور السريع في التكنولوجيا المالية والناجم عن المؤسسات المالية ومستخدمي الخدمات والمنتجات المالية حول العالم كما يهدف المنتدى الى تناول احدث تطورات التكنولوجيا المالية في العمليات المالية الاسلامية عبر توفير منصة تفاعلية للجيل الجديد من القادة الى جانب خبراء الابتكار والتخطيط الاستراتيجي والموارد البشرية من القطاع هذا وقد تمحورت نقاشات المنتدى حول ثلاث جلسات حوارية تفاعلية متخصصة ركزت على تسريع خطى تبني التكنولوجيا المالية وتمكين وتحفيز الخبراء الشباب اضافة الى مختبرات الابتكار للتكنولوجيا المالية نحن سعداء بتنظيم النسخة الثانية من هذا المنتدى المهم والذي يركز هذه السنة بشكل كبير على الضاقة الشبابية كون الشباب هم الجيل الصعب لان غالبية المستثمرين هم من الصخار السني ولديهم افكار مبدعة وعندما نتكلم عن الزبائن فهم كذلك شباب يبحثون عن منتجات رقمية وعند التفكير في الوظائف المستقبلية فهم الشباب ايضا وعلى الرغم من اهمية الوظائف الاعتيارية الاخرى الان باقي القطاعات ستنتقل للعالم الرقمي عاجلا ام اجلا ونؤكد هنا على ان جميع الحكومات والشركات بمختلف تخصصاتها واحجامها مطالبة في ان تركز على الاستثمار في التكنولوجيا المالية التي ستشكل خطى المستقبل ان هذا المنتدى مهم جدا على المستوى العالمي كونه يرسخ موقع مملكة البحرين كمركز اقليمي رائد في مجال التكنولوجيا المالية ومنافستها بقوة لكبرى الدول المتقدمة على مستوى العالم في هذا الشأن من المهم بمكان تسليط الضوء على الجهود البحرينية لا محدودة في مجال التوجه للفينتك وما يرافقها من تطوير على مستوى المعاملات المصرفية الالكترونية والمدفوعات الرقمية خاصة وأن هناك الكثير من المشاريع والأفكار الشبابية الموجودة في المملكة التي تدعم هذا التوجه الرقمي والآن نترككم مع أسعار صرف الدنار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية نوصل النشرة الاقتصادية مشاهدين مع فقرة إغلاقات البورصة لنهاية التعقدات هذا اليوم ونبدأ مع بورصة البحرين حيث ارتفع مؤشر البحرين العام في نهاية تداولات هذا اليوم بنسبة صفر فصل أربعة وثلاثين بالمئة مقفلا عند مستوى ألف وثلاثمائة وأربع وعشرين نقطة وذلك عائد الارتفاع مؤشر قطاعات الاستثمار والخدمات والفنادق والسياحة والصناعة وقد بلغت كمية الأسهم المتداولة ثلاثة ملايين ومائتين وأربع وثمانين ألف سهم بقيمة إجمالية تجاوزت ثمانمائة وثمانية عشر ألف دينار تم تنفيذها من خلال اثنتين وتسعين صفقة وقد تركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع البنوك التجارية حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة من نسبته ستة وثمانون فاصل ثمانية وستون بالمئة من القيمة الإجمالية للأوراق المالية المتداولة أما بالنسبة إلى إغلاقات باقي البرصات الخليجية فنبدأ مع السوق المالية السعودية التي أغلقت عند مستوى سبعة ألاف وستمائة واثنين وثلاثين نقطة بارتفاع بلغت نسبته صفر فاصل ثمانية وسبعين بالمئة وبالنسبة لسوق أبوظبي للأوراق المالية فقد أغلق عند مستوى أربعة ألاف وثمانمائة وأحدة وثمانين نقطة بالخفاض بلغت نسبته واحد فاصل تسعة وخمسين بالمئة وكان الخاسر الأكبر بالنسبة لتداولات هذا اليوم وبالنسبة لسوق البي المالي فقد أغلق عند مستوى ألفين وستمائة وخمسة وثمانين نقطة بالخفاض تجاوز نصف نقطة مئوية تحتل السعودية المرتبة الثالثة بين دول مجموعة العشرين من حيث الاحتياطيات الأجنبية بخمسمائة وسبعة فاصل ثنين مليار دولار بعد كل من الصين واليابان ووفقا لتحليل استند إلى بيانات صندوق النقد والبنك الدوليين وجهات الأحصاء المحلية للدول فإن إجمالية الاحتياطيات الأجنبية لدول مجموعة العشرين باستثناء تكتل الاتحاد الأوربي يبلغ نحو سبعة فاصل تسعة تريليون دولار بنهاية شهر اكتوبر الماضي وتشكل الاحتياطيات الأجنبية للسعودية 6.4% من الاحتياطيات الإجمالية لدول المجموعة واحتياطيات الدول من العملات الأجنبية لتساعدها في دعم العملة المحلية كما يمكن الاستعانة بها في حالة الطوارئ والأزمات الاقتصادية للدول بحسب ما ورد في صحيفة الاقتصادية شارك وزير التجارة والاستثمار السعودي الدكتور ماجد القصبي في لقاء الأعمال المصري السعودي الذي عقد في القاهرة ضمن الزيارة الرسمية للأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع لجمهورية مصر العربية وثمن القصبي في كلمته خلال اللقاء زيارة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد مؤكدا أنها تجسد ما يربط بين البلدين من علاقات تاريخية كبيرة بنيت على أسس متينة وشراكة قوية قاربت المئة عام وقال أن توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده أكدت على أن مصر شريك استراتيجي قوي وعلى ضرورة بذل كل جهل تحقيق الشراكة بين البلدين منوها بأن ولي العهد وجهه بأن يعمل على تحقيق كل ما ترقى به مصر عبر تحسين العلاقات والاستثمارات وزيادة التجارة البينية بين البلدين وقعت وزارة المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة ودائرة المالية في أبوظبي اتفاقا لتمويل المرحلة الثانية من شبكة السكك الحديدية الوطنية الإماراتية التي تقوم بتطويرها شركة الاتحاد للقطارات وتمتد المرحلة الثانية من المشروع على مسافة 605 كيلو مترات من الغويفات على حدود الإمارات مع المملكة العربية السعودية غربا إلى الفجيرة على الساحل الشرقي على أن يتبعها عدد من المشاريع المستقبلية لاستكمال الشبكة ومن المتوقع أن يزداد حجم النقل من 7 ملايين طن سنويا في المرحلة الأولى إلى أكثر من 50 مليون طن سنويا النشرة الاقتصادية مستمرة من تلفزيون البحرين وفيها بعد قليل الولايات المتحدة تدقق على أعمال شركة هواوي في الأونة الأخيرة قال وزير المالية المصري محمد معيط أن بلاده لن تسعى للحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي بعد الانتهاء العام المقبل من برنامج القرض الحالي بقيمة 12 مليار دولار وحصلت مصر حتى الآن من صندوق النقد الدولي على 8 مليارات دولار ضمن برنامج القرض وأكد وزير المالية في تصريحات لوكالة بلومبرغ أن مصر ستبقى على علاقة وثيقة مع الصندوق وذلك لطمأنة المستثمرين كما أشار إلى أن بلاده تسعى لإدراج السندات المصرية في مؤشرات جي بي مورغان للأسواق الناشئة في خطوة لجذب المستثمرين والمؤسسات الأجنبية إلى صندوق الدين المحلي أو إلى سوق الدين المحلي في إطار محاولاتها كبح جماح التضخم وترد الأحوال الاقتصادية في البلاد شنت الحكومة التركية حملة على البصل الذي ارتفعت أسعاره بنسبة 100% خلال أسبوع واحد ويشكو الأتراك من الارتفاع الكبير في أسعار المنتجات الغذائية وأبرزها البصل الذي كان يباع الكيسمن بحوالي 50 سنة أمريكيا الشهر الماضي في إزمير وأصبح يباع الآن بدولار وسط توقعات أن ترتفع أسعاره لتصل إلى دولارين بحلول نهاية العام الجاري وأمر وزير المالية التركي بيرات البيرق المفتشين في المناطق الزراعية في البلاد بضبط تجار الجملة الذين يقومون بتخزين محاصيل البصل لرفع الأسعار أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يعتزم زيادة الرسوم الجمركية العقابية على مئات المليارات من الدولارات من السلع الصينية المستوردة كما هو مقرر العام المقبل وقبل أيام على لقاء مرتقب مع الرئيس الصيني شيجين بينغ تعهد ترامب أيضا فرض رسوم على كافة السلع المستوردة من الصين في حال فشل الطرفان في التوصل الاتفاق بحسب صحيفة وولستريت جورنال وقد فرضت ترامب رسوما على أكثر من 250 مليار دولار من السلع الصينية تمثل نحو نصف إجمال السلع المستوردة كل عام في مسعى للضغط على الصين لتغيير قوانينها التجارية والآن نترككم مع أبرز مؤشرات الأسواق العالمية وأسعار النفط والمعادن الرئيسية ذكرت صحيفة وولستريت أن الحكومة الأمريكية تحاول إقناع مقدم الخدمات اللاسلكية والإنترنت في الدول الحليفة لها بتجنب أجهزة الاتصال التي تنتجها شركة هواوي الصينية ونقل تقرير الصحيفة عن أشخاص مطلعين لم تكشف عن أسمائهم أن مسؤولين أمريكيين تواصلوا مع نظرائهم في الحكومات ومع مديرين تنفيذيين في مجال الاتصالات بدول صديقة ينتشر بالفعل استخدام أجهزة هواوي بها حول ما يرونه مخاطر على الأمن الإلكتروني وباتت هواوي محل تدقيق في الولايات المتحدة في الأونة الأخيرة